منطقة الطيونة التي كانت فاصلا بين بيروت الشرقية والغربية في الحرب الأهلية تحولت إلى ساحة صراع تنذر بحرب أهلية جديدة قتلى وجرح باستباكات بين حزب القوات اللبنانية وأنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل بعد أن حركوا أنصارهم للخروج بتظاهرة أمام القصر العدلي ضد قضي التحقيق بانفجار بيروت طارق بيطار الجيش اللبناني حاول احتواء الأزمة وتمكن من بسط هدوء حذر لا يشير إلى إخماد نيران الأزمة بل إن الجمر الذي تحت الرماد ينذر بحرب قد تحرق الأخضر واليابس في البلاد الملفات بيد قاضي التحقيق شكلت رعبا لميليشيا حزب الله أشد من قضية اغتيال الحريري فأعلنت صراحة رفضها لقاضي التحقيق ولتعطيل مهمته رأت اللعبة على الوتر الأمني وسيلة لخلط الأوراق وإشغال البلاد بقضايا أخرى وتأتي التطورات الجديدة بعد فشل عدد من السياسيين المحسوبين على حزب الله بكف يد قاضي التحقيق حيث رفضت محكمة التمييز جميع القضايا ضده وأعطته ضوءا أخضر بمتابعة أمور التحقيق ويبدو أن القاضي توصل إلى أدلة قاطعة عن دور ميليشيا حزب الله في انفجار مرفع بيروت ومن شأن هذه الأدلة أن تزيد الضغوط الدولية والشعبية ضد حزب الله وتعرضه للملاحقة الجنائية حيث تمثل جريمة انفجار المرفع حدثا مأساويا لا يمكن لشعب اللبناني التسامح مع مفتعيليه ويرى مراقبون أن نزول أنصار حزب الله وحركة أمل إلى الشارع مقدمة لسيناريو توتر أمني سيفرض في حال استمر التحقيق في انفجار مرفع بيروت فلن يتورع حسن نصر الله عن إحراق البلاد وإغراقها في لازمات الاقتصادية والاجتماعية إذا رأى نفسه مأزوما محاصرا بالعدالة التي ينشدها الشعب اللبناني